أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين عن إطلاق مشروع شركة بلاتينم الهندية الرائدة في صناعة المواد المضافة ومثبتات بي في سي داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في أغسطس المقبل لفتا إلى أن المشروع سيقام على مرحلتين الأولى بإجمال استثمارات 20 مليون دولار حيث تستهدف الشركة تصدير 70% من منتجاتها للخارج و30% للسوق المحلية يأتي هذا الإعلان كنتيجة للقاءات والاجتماعات المثمرة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية خلال الجولة الترويجية والتي استمرت أربعة أيام بالهند